الأربعون في مبالي الإسلام وقواعد الأحتام الأربعون النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووين الشافعي مع زيادة ابن رجب الحملي الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرد وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه طال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صل الله علينا وسلم فقال أرأيت إذا صديت المكتوبات وصمت رمضان وأحنلت الحلال وحرمت الحرام ولم هزد على ذلك شيئا أدفل لجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحنلت الحلال فعلته معتقدا حل الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة ذرهان والصدر ضياء والقرآن حجة نكأ عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فبعتقها أو موبطها رواه مسلم الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روا عن الله عز وجن أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا تظالموا يا عبادي كلكم ضالل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار لله فسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تفطئون بالنيل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتمفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قالوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قالوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يغبص المثيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه روام مسلم الحديث الخامس والعشرون عن نبي ذرذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أنه الدثور بالأجور يصلون كما نصني ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قالوا وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسريحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهنينة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر الصدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام من أكان عليه مزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان لم أجر ووام واسلم الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليني وسليم كل سلابا من الناس عليني صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وترعين الرجل في دابته فتحبله عليها أو ترفع له عليها متاعهم صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل فطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاف في نفسك وكرهت أن يطنع عليه الناس رواه مسلم وعنوابص تبذي معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البرز والإثم قلت نعم قال استفت طلبك البر مطمأنت إليه النفس وقمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاث الناس وأفتروا حديث حسن رويناه في مسندين إمامين أحمد بن حنبل والدارمي إسناد حسن الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيحي العرباض بن ساريك رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة بودع فأوصنا قال أوصيتم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعشنونكم بعدي فسيرف إلافا كثيرا فعليكم بسنكي وسنكي الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات البنور فإن كل بدعة ضلالة روام أبو داود والتجوذي وقال حديث حسن صحيح الحديث التاسع والعشرون عم عاد بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسيرك على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتبتي الزكاة وتصول رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الفير الصوم جنة والصدقة تطفئ الفطيئة كما نطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أفبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أصبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يقب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم روام التجمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث الثلاثون عن أبي دعلبة الفشري جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتمكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار تقني وغيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة